تقدم مملكة البحرين فرصا جاذبة للأعمال والمشاريع حيث شرعت المملكة قوانين وتشريعات تشجع المطورين العقاريين والمستثمرين والأفراد على العمل في الاستثمارات العقارية في بيئة آمنة نعم يتمتع القطاع العقارية البحريني بالعديد من الخيارات التي تسهم في تنويع المحافظة الاستثمارية المحلية والأجنبية القطاع العقاري البحريني يتسم بالتنام المستمر والتوسع الدائم حيث ان هذا القطاع مدعم ببنية تحتية للمشروعات وتزداد اهميته بالنسبة لمساهمته في الاقتصاد الوطني الى جانب القوانين المرنة في الملكية الاجنبية والقوانين التنظيمية القوية التي تجعل من مملكة البحرين وجهة تنافسية في سوق العقارات العالمية قرار من القرارات التي أقرتها حكومة مملكة البحرين وهو الإقامة الذهبية وكثير من القرارات أنا أجزم أن الحكومة ستصدرها في الفترة القادمة وهذا دليل على أن القطاع العقاري قطاع واعد قوي يساهم بشكل كبير في اقتصاد مملكة البحرين فعشان تشذي الحكومة قاعدة تبذل مشكورة كافة إجراءات التي تساهم في استغطاب الأموال الخارجية يعتبر الاستثمار في العقارات طريقة ناجحة للاحتفاظ بقيمة رأس المال بعيدا عن تقلبات تغير أسعار العملات وارتفاع الأسعار فالعقارات هي أصول ثابتة قيمة مالية مجمدة لا تمثل الخسارة حتى في أوقات الركود التي تمر بها السوق العقارية طبعا الاستثمار العقاري فيه طرق كثيرة الناس دايما تنظر له أنه هو حكر للأغنياء أن أنا اللي صارت عندي السيولة العالية أقدر أستثمر عقاريا وهذه المعلومة خاطئة ليش خاطئة؟ لأنه فيه طرق كثيرة فيه مشاريع تقدرين تدفع لها أقصاط ميسرة من غير فوائد فيه مشاريع تاخذ راس مال قليل فيه مشاريع تأجرين لتتملكين بحيث أن القصد يكون بسيط مشكلتنا مش فقط في مملكة البحرين ولكن أقدر أقول بشكل عام أن الناس ما عندهم ثقافة الادخار الصرف على الكماليات فيوصل لعمر الأربعين أو الخمسين ما عنده ملك عقاري ما عنده سند الصرف يكون على الأشياء الزائلة اللي بدون عائد القطاع العقاري في مملكة البحرين يتمتع بالكثير من عوامل الجذب الاستثماري يبدأ في موقعها الجغرافي المتميز وصولا بالمناخ الاستثماري وبئة العمل التي تسهم في جذب فرص الاستثمار العقاري كما ويساهم هذا القطاع الحيوي في تحقيق خطة التعافي الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر